تتذكروا قصة الفريسي والعشار اثنان صعداء الى الهيكل ليصليا واحد فريسي والاخر عشار اما الفريسي فوقف هكذا وقال اللهم اني اشكرك لست مثل الخاطفين الظالمين الزنا ولا مثل هذا العشار اصوم مرتين في الاسبوع وعشر تدى يعني صلاته هي بكل بساطة عم يبهر الله بحسناته وبكماله وببره العشار احبائي وقف من بعيد وقرع على صدره وقال عبارة جملة صغيرة صغيرة كتير بس هي اللي حركت السماء واللي اخذ الرب قرار تجاه هذا العشار اللي يعتبر خاطئ في نظر المجتمع هذا العشار قال اللهم ارحمني انا الخاطئ تخيل شو بقول الكتاب انه العشار خرج ذاك مبررا دون ذاك اللي عدت حسناته واعماله وامكانياته وانه رجل دين في نظر الله كان مظلم من جوه اما الشخص الخاطئ اللي ميز واللي عرف خطيته كان مستحي خجلين حتى يوقف امام الله وقال اللهم ارحمني انا الخاطئ ألم يقل الكتاب ذبائح الله هي روح منكسرة القلب المنكسر والمنصحق يا الله لا تحتقره اشتركوا في القناة